السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيفية تفعيل خيار حفظ كلمات المرور في المتصفح بحيث أي موقع تسجل دخول عليه رح يقترح لك أن يحفظ كلمة المرور والمرة الجاية لما تدخل رح يدخل بشكل مباشر فلا تنسون دعمنا بالله كل اشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوون تدخلوا على متصفح جوجل كروم فعشان تفعلوا الحفظ التلقائي لكلمات المرور تروحون على الثلاث نقاط اللي فوق علي سار هذه الايقونة وبعدا من هنا تروحون على خيار الاعدادات فهنا بشكل مباشر رح يظهر عندكم خيار مدير كلمات المرور تضغطون عليه هنا هذه كلمات المرور اللي حفظتها سابقا على المواقع فمن هذه الواجهة يا شباب كل عليكم تسوونها تروحون على خيار الاعدادات وبعدا هنا اقتراح حفظ كلمات المرور ممكن يكون مقفل معكم بهذه الطريقة تفعلون هذا الخيار فهنا لازم تفعلون هذا الخيار عشان يتم اقتراح حفظ كلمات المرور وكذا الآن أي موقع تسجلون فيه رح يقترح لكم أن يتم حفظ كلمات المرور في جوجل أيضا تفعلون هذا الخيار إذا حابين يتم تسجيل الدخول تلقائيا أيضا يشوف فيه طريقة ثانية تروحون على خيار كلمات المرور بعدين تضغطون على إضافة كلمة مرور فهنا تقدرون تحطون أي موقع تبغونه وبعد كذا هنا تسجلون سلمستخدم الخاص فيكم وتسجلون الرمز السري وتضغطون على إيقونة الحفظ هذه ولما تدخلون على الموقع على طول رح يجيب لكم معلومات مسجلة تقدرون تسجلون دخوله بشكل مباشر فهذه كانت طريقة يا شباب كل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة